اشتركوا في القناة 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 كنت غربلته على جوج مرات يعني نخال الرقيقة او الغليضة بالنسبة للرقيقة كن زيدها في هذا الدقيقة تنعجنها وبالنسبة لهذا الغليضة هادي كن قرص بيها بالنسبة لبناتنا للحوت فرجلي هو اللي ينصبو هذا بالنسبة للوليدات اللي انوخاتها يكلوا السردين ولكن ما تعرفوش لياني ما تعرفوش ينقيوه بزاف فدليهم هاد نصحوتها هادي مع هالخضرها كخيزو والبطاطا والففلة وبالنسبة للسردين غديديرو شوية يفوق الفاخر وبالنسبة لبناتنا للسردين جديد دراهم زوين هاكا فوق شوية فوق الفاخر او لها كيلا بغتو تديرو كفتات طحنوه صراحة يجيزوين بالزافة وهو غايد يغير الملحة وغايديرو فوق الفاخر انا غادي ندوز غادي شوية لففلة باش ننصيب الشلاغة وهذا الخبز ديالنا بعد ما طيبته بالنسبة للحوت دارليه البابي كويسون امباد دار عليه البابي اليوم وغادي دخلو الفران وبالنسبة للخبز هنا مرات كنديرو هاكا رطيب بالنسبة للداري تيبغو هاكا بعد المرات تغليل ومرات سنقرسو هاكا تنديرو هاكا رقيق باش كيجي مقرمل بالنسبة للخلطة هي مرات كنزيد فيه كيميا كتيرة مرات كننقصها المهمة البنات انه القمح يعني من القمح الخالص يعني ما فيه لا فرص لا تشي حاجة كيجي صحي وفي نفس الوقت يعني كيجي اقتصادي بالمقارنة مع الخبز اللي كان شريو سوف هنا البنات الففلة شويتها غادي نديرها في البلاستيك ونزول لها القشرة نقطع ونديرها مع شلادة بالنسبة للشلادة كيف العادة يعني فيها مطيشة والبصلة والففلة هادي شويت وشويت الخاص مقطع وفيها مليحة وإبزار والزيت البلدية وبالنسبة للبنات الحوت ولا بالاخص السردي يعني من اللي كتحطيها راكي بقي عيط على الدبان هنا بالنسبة للشوية ربقي الشاف دير شوية واحدة اخرى وهذا البنات بالنسبة للعصر فيه البانان والليمون وفيها الشادية بتهوكي جيزوين بزافة البنات الشادية كبالقشرة ديالها وكنديرو فيه البانان ومع شوية ديال الليمون وتفاحي لكين لحسب الفواكه اللي كينين بتوفرين هذا في غير الشادية مع البانان والليمون وهنا البنات غنشارك معاكم واحد طرطية اللي دهارة للقوتي هي كيديرها بزاف ديال الطرق واليوم غنشاركم واحد طريقة من بين هالطرق اللي هي سهلة وكيدزوينة بزاف فاول حاجة كياخد البطاطا كيقطعها كموربعات صغر كياخد الزيت شوية بالزيد لانه هي فاش كتقل كتب فيها اللي كتب كي معسا كي شوية بالفورشات يعني ما كي معساش كاملة كيبقى فيها شط ريفات من بعد كيولي يزيد عليها البيض على حسب الكيمياء ديال البطاطا صافي كيولي يزيد عليها الفرومجة كام حكو كياني على حسب شنو المتوفر كل مرة شنو كيدير فيها اليوم هنا البنات زاد لها البيض من بعد خلطها مزيان مع ذاك البيض وزاد لها شوية ديال هكا الفرومج من هكا محكوك بالنسبة للبطاطا البنات ترى طيبة في العطرية يعني مليحاء يبصار سكنجبير شوية ديال الكوغي يعني العطرية كتبقى ختيارية كتقدروا تديروا العطرية اللي بغيتو فهنا كما قد لكم غاد يخلطها مع البيض ومبعد غيزي عليها هكا الفرومج محكوك فهنا يوضح المولي عليها هاد الخالط ديال البطاطا اللي يدخل الفران هاك مزيان بالزبدة ومبعد يحط نصف ديال الخالط اضع الطبقة الأولى مع البيض اضع الفرمج اضع الفرمج اضع الفرمج اضع نصف المتبقي مياد البطاطا اضع الفرمج اضع طبقة أخرى اضع طبقة أخرى سأضع الطبقة من الفوق كمشتم بعد مقطعها يعني دوك الطبقات ديال ديال الكاشير والفروماج ومعهم لدان تفيمي كتجي زوينة بزاف المدق ديال هالبنات كيحمقوا لليالوليدات وحتى الكبار كتجي زوينة بزاف المدق ديال هالبنات الكلاس اللي بارتاجيت معاكم في هادلا فيديو اللي فات فانا كنتدعولا نخلي حتى اللغة اللي يعنيبات في الفريقو باشا كيكون احسن يشد مزيان ولكن الوليدات ما خلاوش يعني هالبنات شوكولات هنا البنات غيش شوكولات غالا إلا لقيتو هادا كي تيكون غيش وتتكون في نسبة الكاكاو سبعين في المياه كي يكون احسن كي يجي واعر بزاف ما لقيتوش هادا تغير هادا ديال الكالا جزوين خلطوا مع الكاكاو كاو اللي تيكون ها كم هرمش ودرتوا لي وانا جبت هادوك الكارتينة ديال الحليب اللي درت فيهم هادا كالقلاس قطعتهم غير يكون البنات اللي موس ماضي اره بسهولة كي تقطعوا وانا جديدا اضافة شوكولات وفاني فقطعت لطبخ حليب سوف ندخلها لطبخ شكولات سوف ندخل على كمية خلق شوكولات و سوف ندخل الوحيد و هناك الكيمياء التي شط لك لتحصل و دراسة هذه حليب يجب أن نحتمي لقطة جلس لطيفين من المضاق يجب أن تنفق بكل كمية لكي يحمق في حمي بأسفل تحطوه في الفريقو وكل أمراك تبغي وتهزو منه وهنا البنات راه ليل هذا يعني جمعت كل شي حاولت أنني نبقى هكا وخما عطلة أنني نتهنى من كل شي باش يغضي إن شاء الله يبقى لي كل شي لعشورة وهنا بقت لي واحد الحوطة غتي ندخلها الفريقو الفيديو ديال نصلت النهاية ديالها نتمنى الفيديو ديالي تكون عجباتكم تكون خفيفة على قلوبكم نقول لكم عاشركم مباركة مسعودة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر